ازايكم? ريال مادريد يسقط للمرة الاولى في دول مجمعات من سنة الفين واتناشر. بعد هاتزميته امام. توتن هم على ملعب وامبلي بنتيجة تلاتة واحد. في مباراة قدم فيها ريال مادريد صورة بهتة جدا عن الفريق. يمكن استفاق في اخر ربع ساعة وقدر ان هو يسجل هدف حفظ ما الوجه. لكن توتن هم قدم مباراة جيدة جدا. مش هادر هنا ايه الافضل. رغم ان هو فز تلاتة لكن مش هادر هنا ايه افضل يمكن مباراة كان مميز فيها جدا. ولكن توتن بيمر بفترة جيدة على المستوى الاوروبي. لكن النهاردة هشوفنا حاجات كتيرة جدا واخطاء واقع فيها زين الدين زيدان. هنقشها معكم. وهتكلم كده حاجة مقطة صغيرة عن اشرف حكيمي. للمرة التانية حطرنا انا اوضح كلامي اللي انا بتكلمه عن اشرف حكيمي على صفحيتي على فيسبوك. وعشان كده يلا ندخل على طول في الحلقة. لكن بعد بنسمع التاتر. النهاردة انا عندي تلت محاور عايز اتكلم فيها في الحلقة دي. اول حاجة حاجة متعلقة بريال مدريد. تاني حاجة متعلقة باشرف حكيمي. تالت حاجة متعلقة بتوتن هام كنادي عموما لان مش عايز تتكلم في فنات كتيرة بخصوص توتن هام. ريال مدريد انا بدأت اسعر ان زين الدين زيدان بتحول لكرل انشلوتي شائن فشائن هذا الموسم. بنشوف الكتير من اللاعبين بيتم الاعتماد عليهم استمرار الاعتماد عليهم بشكل مستفز ببعض الاحيان. رغم ان فيه اصابات انا فاهم ان فيه اصابات كتيرة بيعاني منها ريال مدريد. ما بقاش يعني معندوش كوباتشتش مسلا يغير فيه في خط الوسط او عنده عناصر كتيرة اده لكن ده يمكن وليد العناية برضو من ادارة النادي يمكن زيدان اللي استغنت عن اكتر من لعب ولم تعوده باللاعبين حتى الان من العيار اللي هو تصق في مية في المية في مبارات كبيرة. حتى الان سيبايوس ما اقدرش نقول عليه اللعب اللي هو اقدر انا اشركه في مبارات زي دي. لكن في النهاية في عيانة من اللاعبين اللي مازالت بتستمر في الملعب مهما كانت الظروف. نقطة تانية مش بس عيانة اللاعبين ممكن تبقى اللاعبين ملهمش زم لانه يعني مفيش اختيارات كتير او ممكن تزملوش زم بمفيش اختيارات كتيرة. يعني اللعب زي ماركة اسمسي في مبارات زي دي. امام الفريق قافل جدا. وتوتنا ما بلعبش ضغط عالي. يعني مش محتاج اسكو او ان هو انا مضغوط فابدأ عندي لعب اضافي زي اسكو يبقى موجود في خط الوسط ان انا افضل حافظ على الكورة. توتنا بتعليمك ابيضها الضغط المتوسط. لكن ضغط المتوسط مع تقديم دفاعه بشكل جيد جدا. المسافة بين الكاريكين والخماسي الدفاعي كان لا تزيد عن خمسة وعشرين متر او تلاتين متر بحد اقصى. وده خلى الامور صعبة جدا في خط النص بالنسب الريام دريد. انا في مباراة زي دي وبالوضع ده انا اشوف ان السرعة هي الاهم. مش ان انا امتلك الكورة لان اصلا توتنا همش سامح لك بشكل كبير ان انت تمتلك الكورة. السرعة الاهم. لما لعب زي اسنسيو رونالدو وبنزيمة تلات لعبين سراعي لحد كبير. ممكن جدا يقدموا لي اه يعني المفاجأة لخط بيلعب فريق بيلعب خماس دفاعي. وصعب جدا ان انا المساحات داية جدا. في كورة زي دي ممكن تلاعب في ظهر الدفاع. اسنسيو وان تو. وتلاعب وان تو بين بنزيمة ورونالدو كان خطير على الجابها اليوم لكن الحقيقة ان الامور دي ما اتكررتش كتير. انا شفت ان زي دان ما اراهش المباراة بشكل جيد. ومقدرش يتعامل مع الاسلوب اللي اللعبه به آآ موريسيو بوتشتينو. نقطة تانية تهي خص زي دان في المبارا دي لان حسيت ان هو زي دان لم يحفز لعبيه جيدا ادواره في المباراة خصونا اللعب الوسط. والتفاهم باللعب قلب الدفاع وخط الوسط. حسيت ان في رقابة مناطقية اكتر على ايركسن ودالي علي وهم اللاعبين اللي انت دايما اه مورقاة مناطقية اصد بها يعني اللعب الموجود في المنطقة دي هو اه يرائب دالي علي. يعني المنطقة الموجود فيها دالي علي يرائب اقرب لعب. الحقيقة دالي علي واريكسن كانوا اللعبين اسكية جدا في النقطة دي ودايما بيختاروا الاما كن فاضية وبالتالي ده بيحصل تشتت بين اللعبين. اه كاسيميرو مكانش قادر يرجع مع دالي علي ولا يضغط يطلع يضغط قدام على سيسوكو ايركسن او قابله حتى لما كان داير او اي لعب من اللعب خط وسط توتنهم. لكن الحقيقة انه دايما كان فيه الصغرة دي دايما فيه تشتت ده. في الهدف التاني حتى لو شفنا اه اه كروس سب دالي علي وطلع على الكورة وفي النهاية سب دي قال له هو يستلم الكورة وكاسيميرو كان متقوقع جدا في آآ للخلف. كان شيء غريب جدا ما كنتش فاهم ايه المطلوب دلوقتي دي قال لي مين اللي مفروض يمسكوه. بالتالي النقطة دي كانت غريبة جدا بالنسبة لزين الدين زيداني. نقطة تالتة مهمة او بالنسبة الريال مدريد ان الفريق نظرا لعدم وجود كربخال. ده طبعا هجورنا لنقطة قشرة بحكي بس قبلها هتكلم عن نقطة مهمة. لعظرا لعدم موجود كربخال الفريق بدأ يميل كتير قوي للناحية اليسرى. يلقيسكو ماء للناحية اليسرى. المدريدش اصلا بيلعب بقى ليه ادوار دفاعية اكتر منها هجومية بتبقاش يساند الجبل يومنا بشكل كبير. كروس ماء للناحية اليسرى. رونالدو بطبيعة وماء للناحية الروس. كل المنطقة دي بقى الفريق دايما ما عندوش القدرة على نفاجة الخصم من الجوابها الاخرى. صحيح اشرف حكيمي ده هيجورني لنقطة اشرف حكيمي. انا في رأي يقدم افضل مباراة ليه. طب هل الناس استهجن جدا? ازاي اقدم افضل مباراة ليه? ولم يكن في المستوى المطلوب? انا افضل مباراة لاشرف حكيمي. قياسا للمباراة المضاية. ازاي? لا برضو مش شايف ان اشرف حكيمي. لا انا رأي ان اشرف حكيمي قدم عدة عارضات مميزة. ما يتحمل اي مسؤولية من الهدف الاول والتاني. الهدف التالت هتقول ان هو ممكن جبيهته يغطي. لكن الواضح جدا ان زيدان كان تعليماته ان اشرف حكيمي مرسله يا خلاص يتواجده في الاماك الهجومية لتوتن همولا يعودوا للدفاع بشكل مستمر. او على الاقل ما يكونش تقدم حذر. لا دايما طايرين. بالتاني ما قدرش يحمله مسؤلية اي هدف. طب هل اشرف حكيمي بيقدم الدر المطلوب? ما زال لا من يقدم الدر المطلوب. انا لاعب غير قادر على تقديم الواحد لواحد طول الوقت. لا يعب لا يتقدم للعمر. لكن بالنسبة لي اشرف حكيمي قدم الدور للادنى المطلوب النهار. ده قدم عدة عرضيات كويسة. منها كرة آآ بنزيمة المميزة في الشوت الاول كانت عرضيات اميكة جدا. وبرضو كان مساهم في الهدف بتاع ريما ديت بالتقديمه عرضيات اخرى. اكتر من عرضيات قدمها اشرف حكيمي. بالتاني ما مقدرش ان انا اطلو من اكتر كده لعب اقصى عنده سنة. لكن ده مؤثر. او عدم وجود كربخال مؤثر. ما اقدرش ابدا اقول ان اشرف حكيمي مغطي وجود كربخال. ولم لا يشعرنا بغيابه. لانه كربخال كان دايما بيخلي الفرق تتشتد ما بين مارسيلو وكربخال. بجانب البناء في العمر كدامي كان يبدأ. وعندين تبدأ الكرة تروح على الاطراف. لكن دايما لما طالما الخصم عارف ان الكرة في الاغربعة تروح لطرف مارسيلو. بالتالي بيميل طرف المنافس بدوره ناحية مارسيلو. وبالتالي بيضايع عليك المفاجأة في العرضية اللي دايما لازم يلزمها المفاجأ لحد دم ما بحيث ان المدافعين ميكونش متمركزين. او وضعية رونالدو وبنزيمة دايما كون متغيرة في قبل اللعبة العرضية. لكن ده ما كانش بيحصل لانه بيحصل اصلا تاق بعد نتوص الكرة مارسيلو بيحصل تمهيد مبالغ فيه للكرة قبل ما تتلعب الكرة العرضية ودي كانت المشكلة الكبيرة بالنسبة للمدريد. لكن زي ما بقول اشرف حكيمي. افضل ورا لي نسبة لاشرف حكيمي برضو. اللي هو مازال في النهاية بالنسبة للاعب غير مقنع. وان كان سن الصغيرة تحتم علي ان انا اقول انه ما يفعش جدا نحكم عليه كلاعب. لكن الوضع الحالي الواقع بيقول انه ريالما دي المفتقد داني كربخال. نوصل لنقطة التالتة اللي عايز كلم عنها النهاردة اللي هي الخاصة بتوتنهم. بتوتنهم بالنسبة لي بشوف ان الناس كتير اوي كان بتستهجن او بتكره بتوتنهم بدون اي سبب. يعني اا اا كرا في توتنهم لما بالغ في سعر مودرش وبالغ في سعر جارس بيل وقال لك ان هما مصوا دم من ريال مدريد. وشفت كراهية من قندية كتيرة لتوتنهم. اا انا مش قادر افهم. بالعكس توتنهم تجربة جديرة بالاحترام. نادي عصامي فعلا. الناس بقول ان توتنهم صرف كتير في السوق. لكن توتنهم صرف كتير لانه باع اللاعبين اخرين اصلا. وقدر يوفر اا اا يعني الموارد الكافية النادي. النادي لا يتمتع بشعبية خارج بلاده. ونادي حتى داخل بلاده مش من اندية الصف الاول كشعبية. بالتالي كونه يقدر يصرف على نفسه. ويبني فريق دانيل لي في الرئيس النادي. قدر يبني فريق. رغم ان هو بعد ما باع جارس بيل. اا حصلت له كبوة للفريق. اشترى اكتر من اللاعب. كان يعتبر مقلب في كونطورتهم سلداد واللي اشترى بتلاتين مليون يورو. واكتر من اللاعب اخر. اا اا ولاملة اتصاب وبعدين يعني باعت فترة طويلة جدا على الفريق. وعزاك الفريق ده ان هو يوجد حلول لنافسه. عن طريق طبعا اختيار مدرب جاية زي ما وروسي بتشتينه. بالتالي انا مش شايف اي افداع ان في ناس انا بشوف كراهية لتوتنهم احيانا. يمكن من جماهير ريما دي يمكن من جماهير اخرى زي ارسن او كزا. وينكر ارسن مفهوم جدا لعداوة. وبالنسبة ريما دي هل هل المطلوب انه ان توتنهم يتنازع اللاعبية بسهولة. بالعكس هو اصلا النادي بيحاول يحافظ على اللاعبية. وبالتالي استغناء عن اللاعبين مقابل من مبلغ كبير. ده هو اصلا لان هو حل الوحيد لتوفير موارد هو اللاعبين. وليس عن طريق بيع التشارتات ولا عن طريق الشعبية ولا عن طريق بس اللي هو اكيد مش هيكون رقم واحد فيه في بعض الاجزاء. بعض التفاصيل مش بنقول شعبية لكن بيكون في بعض الاحيان يكون الفريق مش من برضو مش مش اكتر يعني في الحواد البس. بالتالي انا شايف ان اه توتنهم نادي جدير بالاحترام. نادي يستحق التحية. وبيقدم كرة قدم نظيفة جدا. بقى له سنتين او تلاتة. وبزاة السنة دي برضو بيقدم يعني يعني مباراة جيدة جدا. واعتقد مازال في الصورة في الدورة الانجليزي لم يبتعت كثيرا آآ توتنهم. وفي دور ابطال اهو خلاص فاق لم يعني يتعلم من درس السنة الفاتحة بقى يركز في دور ابطال ايضا. بالتالي اعتقد ان توتنهم فريق جدا جدير بالاحترام. آآ ان وصل هنا نهاية الحلقة يعني واتمنى ان تكون الامور وضحت بنسبة اشرب حكيمي وبعض الاخطاء وضحت بنسبة طبعا ما نساش ان كيكو كاسية كمان آآ يعني لا يمكن ان هو يكون حرس راما دي ابدا حتى ولكن احتياطي لانه وقت احتياطي ده يعني ممكن جدا يكون اساس زي ما بقى ان نشوف كرة العرضية اللي في في الهدف الاول كان المفروض يطلع يقابلها بيرتريمي بشكل غريب جدا بالعرض مع الكورة وكان كان تصرف غريب جدا منه آآ يعني اعتقد الامور وضحت الى حد ما بالنسبة لالاشرف حكيمي اتمنى تكون وضحت لانه كالمعتاد باضطر بعد مكتب ان انا اوضح ايه اللي بقصوده بالنسبة لاشرف حكيمي. هسيركم على خير. بتنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب. عشان خاطر توصلكم كل الفيديواتنا اللي بقدمها. باي باي. اشتركوا في القناة